موسيقى أهلا بكم توقفت الحياة السياسية عند مطلب الثلث المعطل وتعطلت الحكومة على وقع الاشتباكات السياسية علاقة متوترة بين بكركي وبعبدة تراشق أعلامي بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب مقاطعة بين الحريري وباسيل فطور بين اللقلوق وحارة حريك مطالبات عديدة غير قابلة للتنفيذ انتخابات نيابية مبكرة وانتخابات رئاسية مبكرة ومؤتمرات دولية والفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حين أن الوضع الأمني يصبح أكثر خطورة والوضع الاقتصادي شبع انهيارات كل هذا وحزب الكتائب منهمك في معارضاته التي لم تصل إلى نتيجة ملموسة حتى اللحظة الملف الحكومي سيكون موضع نقاش في حلقة اليوم من هنا بيروت مع نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصيغ أهلا وسهلا فيك معالي الوزير رح بلش من الحدث الأخير اللي اليوم كنتوا حضرتكم ببكركي ومثل ما عم نسمع ونلمس ونشوف أنه في شوية تباعد بين بكركي وبين القصر الجمهوري هل لمستم هذا التباعد هل هناك مآخذ من قبل البطريارك الراعي على رئيس الجمهورية ميشيل عون لكي طبعا سيدنا البطرياركو بيحكي عن حاله وعادة بيعبر عن حاله بالمواقف اللي بيقولها بالعيذات بعيذات الأحد وغيره لكن طبيعي نحن كمان عطينا رأينا وسمعنا منه واللي سمعناه منه تماما بيعكس النداء اللي عمله إنه هايدي الساحة هون الداخلية والجماعة القيمين على ترتيب الأمور بلبنان من تأليف الحكومة وإلى ما هنالك هود الجماعة فشلين فشلوا وبالنتيجة عم بيدعي المجتمع الدولي إنه ياخد مسؤوليته بهيدا الموضوع الشي الفضيع اللي شفنيه واللي لفتني حقيقة شخصيا إنه سيدنا البطرياركو معروف إنه الرجل اللي بيعطي فرص لما نحن عرضنا العهد أول ما صار ترشيح وإتفاق معراب وكلها الخبرية كان سيدنا البطرياركو عم بيقول لا أعطوه فرصة نعم ولما تألفت حكومة الرئيس حسان دياب والنيله هايدي ما منا نتيجة أول ما بيصير أعطوه فرصة خلينا نحكم على الأعمال لما يوصل بشار الراعي يقول اللي عم بيقوله اليوم الدعوة إلى مؤتمر دولي حتى نحل بقى هالم أزم اللبنانية لأنه القيمين على الوضع غير قادرين وغير راغبين وعب يتهمهم بالفساد وعب يتهمهم بالفشل وعب يتهمهم بالإجرام وعب يتهمهم بكل شيء ما عب يخلي شيء ما بيقوله بوعصه أكيد المسنى عنده هذا الأول شيء التصميم التصميم على أنه ما رح نستسلم للأمر الواقع لانهيار الحاصل ثانيا التصور على أنه الذهاب إلى المجتمع الدولي بعد الفشل الداخلي هو يبقى الحل اللي بيعطي أمل حقيقي لللبنانيين وكذلك بريح المجتمع الدولي وبيكف بالشيء اللي أحكيناه بالماضي ألا وهو تطبيق القرارات الدولية بخصوص لبنان والدولة تحزم أمره وبالنتيجة ترجع يصير في ترميم للثقة على أساس هذه القرارات الدولية وإلا رح تصير شريعة الغاب بلبنان ولن يكون رابحا إلا أعداء لبنان ولن نتصور لحظة أنه في عدو للبنان داخل لبنان أعداء لبنان يتربصون به بالخارج أنا بقلك أنه كل الحجر بينزل ببيروت بيطلع في أبيله بناية بحيفا أو بتل أبيب هذه المعادلة شو عم تعمله عم تدمره حجرات لبنان وعم تحوله لبنان للركام لخدمة لا تريدوها طبعا ولكن لخدمة بتصرف أعداء لبنان خلينا نواجه إذا بدنا نواجه اليوم نعطيها البلد حقيقة فرصة ما نكون قادرين قراركم منه بإيدكم يعني لا الرئيس ميشيل عون قراره بقى بإيده أبدا واضحة العملية بإيد مين؟ بإيد حزب الله وحزب الله قراره مش بإيده بإيد طهران يعني أنا ما بقدر أتصور في نواب من حزب الله ما في أحلى منهم باللجان وبشغل المثقفين وأساذي وغيره ما بقدر أتصور للحظة أنهم هن يكونوا عم يقبلوا يغطوا الشيء اللي عم بيسير اليوم بس أرارهم ما بقى بإيدهم بس إذا بدنا نفوت بتفاصيل الأمور يعني اليوم حزب الله من أكثر الداعيين لتأليف حكومة وهم من أكثر أيضا المتعاونين مع الرئيس الحريري الرئيس المكلف لحتى يكون في تأليف للحكومة بشكل سريع كيف يكون عم يعطل أرحلي كيف المعادلة مشكل سني شيعي في لبنان ممنوع منخلي المشكل يصير مسيحي شيعي أو مسيحي سني منحط شماعة أو منحط ورق التين بوجنا اسمها ميشيل عون خليهو يختلف مع الحرير منحط الحجة أنه هن ما عم يتفقوا مع بعضه خليها يكون ببساطة بهالبساطة نحن اليوم عم نحكي نحن بهيدا الأسلوب لأعلى منصب ماروني لأعلى منصب الدولة اللبنانية اللي هو منصب رئاسة الجمهورية هل رئاسة الجمهورية باتت لعبة بيد أي فريق من الأطراف حتى لو كانوا عندهم قوة حزب الله من وقت اتفاق مارمخايل أراد أنه يكون هيك أنه أنا بأخذ بدي السلطة بالنتيجة وأنا بغطيكم بكل العمل اللاشرعي اللي عم تعملوه بلبنان أو من خارج لبنان عطل المؤسسات عملوا اتفاق الدوحة بعد سبع أيار تنازلات إلى تنازلات إلى تنازلات على حساب سيادة لبنان وحريته واستقلاله بهدف السلطة وعطلوا الرئاسة بعد الرئيس سليمان سنتين ونص بهذا الهدف أكثر حليفين وأكثر من حليفين يعني هن تلاحم عضوي صار موجود بالقرار أقل له أنه ما بحدا بفك عن التاني شو ما صار بوقت المطلوب اليوم خلط الأوراق على المستوى الإقليمي لا أتصور بلحظة أنه الإيراني راح يسمح بأي حل بلبنان قبل ما الأمريكاني يعد هويه على طول ويحكب بكل الملفات الإيراني يريد ربط كل الملفات ببعضها من النووي إلى الصواريخ إلى الملفات من اليمن إلى غزة مروراً بلبنان العراق وسوريا طبعاً وقد يكون البحرين هذا ما راح يقبل اليوم الإيراني أنه تجي تنسحب ورقة من إيده لأنه بيعتبروا إذا تقلفت حكومة من خارج إيرادتهم راح يكون أنه هذه الورقة عبتسير عبتخرج من إيدهم عبتسير بإيد حداً آخر بدهم نضلوا محتفظين فيها ممنوع حل بلبنان اليوم أنا برأيي وبالتحليل الواقع لكي نلاقي أنه طبيعي أنه نحن مكون الشيعي بكل أسف نحن أدبياتنا ما تحب أبداً تحكي شيعة وصنة ومسيحية ومش حلوة ولكن واقع الأمر هو أنه ما يختلف الشيعي والسنة هلأ بيعتبروا الرئيس الحريري هو الممثل أقوى عند السنة وهن عندهم الأحادي اللي بمثلها حزب الله لا أعتبر فيه صنائية فيه أحادي يعني حزب الله هو أحادي بكل لبنان هو يمثل بس أنت عم تلغي الرئيس بره بهذا الكلام والرئيس بره معروف يعني مكانته إن كان شعيا وإن كان وطنيا يرأي الرئيس بره بثبت عكس اللي عمقوله يرأي الرئيس بره شو المطلوب منه لا أنه اليوم القرارات استراتيجية استراتيجية شو يعني القرارات استراتيجية يعني القرارات التي تتعلق بالسلم والحرب بالسياسة الدفاعية بالسياسة الأمنية وقد يكون بالتحقيقات والملفات القضائية وقد يكون بالنيترات دامونيوم وقد يكون باختيال لقمان سليم هاي كلها صارت ملفات استراتيجية شو إلو كلمة فيها الرئيس بره اليوم شو إلو كلمة فيها الرئيس بره أنا بقدر إليك إنه حتى حارة حراك ما إلا كلمة فيها هاي القرارات بتيجي دغري من طهران وهي مربوطة دغري بطهران حتى حار تحريك ما إلا كلمة فيها وهذا هون الخطر نحن اللي عم نقوله بلبنان سلبونا الإرادة الوطنية فتكرنا أنه نحن منقدر نتماهى مع الحلفاء ومنبني حلفاء الدول الإقليمية والدول الكبرى ما بدا حلفاء بلبنان ما بيشوفوك حليف أنت أصغر ما أنه تكون معهم حليف هن بيعتبروا أنه أنت لاعب صغير على هالساحة اللبنانية وهذا ينسحب تاريخيا بلبنان على الجميع ده بده يكون عنده قوة الواحد قوة وعنده مكانة وحصانة أنه يقول لا هاي ما بتمشي نحن بننتظر طبعا من الرئيس بري أنه يقول لا ما بتمشي أنا بننتظر من حزب الله أنه يقول له طهران لا هاي ما بتمشي رح يروح البلد نحن من نمتريس هون لمشاريع إقليمية لأي حدا نحن أولادنا اللي ربيناهم بلبنان من شيع ودروز وصنة ومسيحية ومواطنين وملحدين وكلهم هوا منهم نمتريس ومنهم نوقود لمشاريع أبعد من حدود لبنان من هون نحن أنا بقول حقيقة أنا بقول أنه هاي دي كلها الحركة والهمروجة اللي عم بتصير أنه بالدستور هاي دي كلها والنصوص الدستورية والطعون ومشطعون الأعراف صاروا عا بقولوا هاي فيه الدستور وفيه العرف بروحوا بشوفوا رئيس الجمهورية بروح بجاوب ما أهم الشخصيات القطرية الموجودة على أرضنا بجاوبوا كلام بقولوا آه فيه بس نحنا أعراف ودستير بلبنان أنه نحن نعلم القطرية هلأ كيف تصير الخبرية لأن نحن قدرنا نعمل يعني معلش يعني مزرعة منا قدرين نعمل نحن ونصوصة مثل ملازم اليوم بيجاوب رئيس جمهورية لبنان قطر اللي جاي يحط إمكاناته شو جاي يعمل القطري هون إذا بتسمح لي حتى هاي شو جاي يعمل القطري هون جاي يعمل بكل بساطة يقول بعد ما صار فيه نوع من القرف من أصدقاء لبنان بالتعاطي بالأزمة اللبنانية لأنه فقدوا الأمل عبي يجي القطر يقول خليني أنا أرجع شوف شوفيني أعمل بحكم أنه عندي علاقات ما حدا نعمر جنوب لبنان غير القطري مع الجميع علاقاته وحتى علاقاته جيدة مع إيران نعم طبعا عنده علاقاته جيدة مع إيران عنده جيدة مع الجميع بالجنوب صحيح لكويتيين وكلهم نساعدوا بس القطر يساعد بأكبر حجم المساعدات بعد 2006 بيعتبر أنه إله موني إيجا يحكي مع رئي جمهورية لبنان إيجا ما تعتلو هم الاقتصاد ألفو لنا هالحكومة ركبوها وما تعتلو هم بقيتنا بقى شو معناتها ما تعتلو هم بقيتنا بقى إنه لما القطري يجي يقول أنا عبحط ديبوزيت بمصرف لبنان عشرة مليار دولار أو خمسة مليار تعرفي هايدي شو بتعمل بالنظام عندنا الاقتصادي والنقدي بترجع بلحظة بتثبت الأمور كلها سوا وبترتب الانتظام وإعادة الهيكل المطلوبة وبتعطي ثقة للصندوق النقد الدولي إنه يفوت خبرية كبيرة إيجا عبقول أنا يا جماعة القطري ما عندي لا أجندا تنقول مع فريق ضد فريق ولا شيء منجاوبه منقله آي بس قصة الحكومة بتعرف بلبنان في عنا دستير دستوره عنا أعراف وفي مواد وفي خبرية وفي صلاحيات رئيس الجمهورية معليك يعني مبارح صدر بيان عن رئيس الجمهورية إنه لا يمكن أن يكون هناك تنازلات عن صلاحيات رئيس الجمهورية بكرة بيخدمعه رئيس الجمهورية على دني الحق هاي دي أو بيخدمعه مع بقية اللبنانيين الهجروا على كندا أو على أستراليا وبيقلهم أنا دفعت لكم عن صلاحيات ونخلي شعبك بأرضه يا حبيبي أنت منك قادر تقعد أنت والرئيس الحريري وتلاقي طريقة أنت اللي راح سعد الحريري سعد الحريري اللي تم اختيال بيو ومتهم فيه الأول هو حزب الله اللي دعمك تخطيهم كلهم هو سعد الحريري وإجا صوت لك الرئيس الجمهورية تخطيهم كلهم وعمل معك التسوية اللي كان بالشين فيها القوات وغيره ليحد من مهلة الفراغ بوقتها صارت وقتها كانت ضدها طبعا نحنا كنا ضدها بس أنه تنقول يعني مش هيدا يعني ركيزة الحجي اللي عم جري بقدمها أنه رئيس الحريري اللي رجع يخترع حاله إذا بدك منك قادر بقى تركب أنت وإياه حكومة اليوم شو بده ليه لأنه منك ممنوع لإلك تركب حكومة أنت بتعرفي أنا شو عنا معطيات يعني نعم نقدر نقول المصادر بقى لكن نحنا عنا قناع اليوم أصبح أنه الرئيس عون لا يريد الرئيس الحريري رئيسا مكلفا وهذه الشغلة يعني يعني بيسمعوني بالأسر الجمهوري من حول الرئيس بيعرفوا تماما أنه هذا الكلام صادر عنهم مش عن حدا أنت أوكي بقى ما بدوا الرئيس الحريري رح يضلوا فاتح مشكل مع الرئيس الحريري لأنه حزب الله ما أنه قادر يفتح مشكل مع الرئيس الحريري ما بدهم لما يجي الضو الأخضر الإيراني بسحر ساحر كله بيركب مع بعضه بشان هكي بتجي بتقولي أنه بديك تقعدي مع هالجماعة بديك تحكي معهم ما في طائلة لما بترك الموارني اللي هو باقي الطايف المارونية اللي ما بيقدر حدا يزايد على عليه بالنسبة لصلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات وحقوق المسيحيين وكذا عم بيقلك فالج لا تعالج بدك تخلص شعبك بدك تخلص الموارني بدك تخلص المسيحية بلبنان طبق أنت الدستور بروحية الدستور كما يجب بدك تخافز على حقوقهم حرر مجلس القضاء بدك تخافز على حقوقهم خلي قضاء وحميل القضاء يعمل شغله مش بتجي بتصادر القضاء وبتمنع من أهم الشخصيات القضائية بلبنان قادة سهيل عبود أنه يقلف مجلس القضاء طبعه هيك نكون عم بتحمي حقوق المسيحيين ما أنت هون عم بتعطل تنفيذ الدستور لا هاي باسم الصلاحيات بالنسبة لإله كل شي بيخدم مصلحة حزبه لأنه بعده مش مستوعب أنه هو رئيس جمهورية بظبوط كليش بيخدم مصلحة حزبه ووراسته السياسية بيكون هو من ضمن الصلاحيات كل شي ما بيخدم هالشي هيدا بيعتبره انتهاك للصلاحيات هيدا هو المعيار معيار استنسابي مصلحي لا يعطي البلد أي أمل بالنهوض وبالنتيجة عارفها تماما هاي حزب الله عارفها تماما عارف شو مفتاح عنده شو بيقوله الخطيطة النفسية تبعه كتير من البروفايل سايكولوجيك البروفايل عنده تماما وبيعرف شو اللي بيحركه وبيعرف شو اللي بيحرك الوزير بسيل كمانا ذات شي ذات الأدئان إذا بدي بيعرفوا كيف يشتغلوله عليها وفي عندهم ناس بقلب الأسر كمانا هني يعني بولاء لقلهم أكتر ما ولاء للدولة اللبنانية ولاء للدويلة أكتر ما ولاء للدولة هني عارف يحرقوا هاي العملية حتى الرئيس عون صار عنده دويلة برأيكون يعني دايما منسمع منكم عارف تقولوا دويلة حزب الله هلأ صرنا أيضا بدويلة الرئيس عون وفريقه السياسة لا ما عنده دويلة يعني ما بيقدر بيّنوا أنه حتى دويلة ما بيقدر يحكموها لا هو اليوم في عندك أمين عام حزب الله اللي هو جندي في ولاية الفقير وحليف الجندي هو رئيس جمهورية لبنان هذا المشهد وبالنتيجة بيّن وبرهنوا أنه من أربع سنين ما عارفوا يمسكوا دولة ولا عارفوا هيدوليك يمسكوا دويلة يعني حتى دويلة حزب الله مقولة لأكتر من مرة فشلت أنه تعطي النموذج نجاح لا اجتماعيا لا اقتصاديا ولا صحيا ولا أمنيا لأنه عاب أقولوا أنه لقمان سليم مش أني قاتلينه طب مخرقين يعني أمنية يعني إذا أنتوا قاتلينه يا إما أنتوا ما معكن خبر شي مرفق بيروت ونعرف شو صار بمرفق حيفا بس ما منعرف شو صار بمرفق بيروت الأحيان أنه عندهم يعني خبراتهم الأمنية وكل الأدوات الأمنية تبعولون وبوقت آخر بتقولوا أنه لازم يكون هيدا الموضوع كله ضمن الدولة اللبنانية وضمن المؤسسات طب كيف بدوا يتعاملوا معكم حزب الله لطردو هاي هي يعني هو مطلوب منه يحقق مثلا بموضوع اغتيال لقمان سليم لأنه بالجنوب صارت هذه لا 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 ما يحقق يحط المعلومات اللي عنده أنا اللي عم بقول تحت تقربها شوية اللي عم بقوله تقربوا لشي عملي يكون بنتناول الجميع أنت عارفة أنه كيف ما ننتقل على الطريق أوكي هالتليفوناتنا بقدروا يحددوا موقعنا على جي بي اس بيتحدد بكل لحظة بلحظة أخته اللي لقمان الله يرحمه قالت من نص ليل أنه خي منه مبين حزب الله اللي عم بيرصده لقمان لأنه بالنسبة له خصم كتير كبير طيب ما بيعرف وين هو لقمان اللي عنده ما عنده إمكانات هو اليوم حزب الله بس مش مطلوب منه هو يعرف مطلوب من الدولة اللبنانية هي تعرف تنقول الدولة ما هو حزب الله عم بيقول دولة ما أنا قادرة أنا إمكاناتي حتتكمل وحل محل الدولة محل ما بقدر أعمله حدا خصمك سياسي عم بروح بالجنوب بكسدر نصلال وبعرف أي ساعة وبيصهر وبيرجع أنت ما إنك قادر تحدد له موقع قالت لكون أخته قصد أخته قالت وين هو خي عم تحمل بنوع ما مسؤولي لا معلومات عرفه وين هو رجل بعدين هن يعرفه ولا حزب الله طلب معلومات وين هو رجل لأنه إذا كسر إجرع الدرج هو نازل رح يحطه حق آلية لأنه هو خصم معلن وأعلامي جدا أمق لحزب الله نحن اللي عم نقوله بكل بساطة خلينا نخلص من هالهارطقة كلها سوا هالإزدواجية فضل يا حزب الله بما أنك فشلت فشل زريع بكل إدارتك للدولة لو نجحت أنا كنت بطالب اليوم السيد حسن نصر الله يعمل آية الله لبناء لو نجح ما نجحه روحه وخلص خلينا نتواضع كلنا سوا نقعد ونشوف كيف بدكن تفوتوا على الدولة تتركوا لمشاريع الإقليمية البلا طعمي كلها سوا قدلت لنا شبابنا وهيدي خبرية الإرهاب واصل لو ما قتلناه كذا طلعوا طيارتين روسية دمروا أدمراحنا كلنا نعمل هونيكي خلينا نوقف انتصارات وما انتصارات حتى جيشنا اللبناني منعتوه على الحدود أنه يكفي انتصاره وطلعتوا الإرهابيين بالبصات المكيفة وعملتوا ديل عليهم حتى الجيش منعتوه بساحة الشهداء ساحة الحرية يستعرض ويقول أنه أنا انتصرت بعملية فجر الجرود لأنه ممنوع حدا يبين هو بيقدر يعمل خلصنا هاي ما بقى تمروا فقدتوا قبل ما القوة العسكرية الإمام موسى الصدر دايما بحب استشهد فيها الرجل العظيم قال بعد معركة الدمور بحرب السنتين ستة وسبعين صار في تنكيل كتير بالمدنيين مجزرة صارت بغض النظر عن ظروفها حكي نشياح وقال انتوا اللي فاتوا على الدمور قالوا انتوا اخسرتوا الحرب الانتصر عسكريا قالوا انتوا اخسرتوا الحرب لأنكم سقطتوا بالأخلاق المنتصر بده يقدر يعطي نموذج حكم يعطي نموذج شيء ما انتوا هلأ اخسرتوا الحرب ارموا سليح ورجعوا على محل ما لازم ترجع أنا برأيي اليوم فقد حزب الله بلبنان القيمة اللي كانت هي الاساس بمقاومته وبالتفاف اغلبية اللبنانيين حوالي الا وهي قيمة المقاومة ضد العدو على أرض لبنان هاي دي انفقدت قيميا خسر معناتها ما بقى لها معنى الخبرية كلها معناتها يناخد الدروس من كل الحركات القومية بالعالم وحركات التحرر وكله وكله وحتى من الاتحاد السوفيتي خسرت اعظم دولة حديدية بالعالم اتحاد السوفيتي لما بلشوا المنشقين تختالهم يمات يعني وقتها بلش لما بلش لاش فلاسا ببولونيا ينكلوا فيه لما طلع البابا الديس يقلهم ببولونيا انتم معكن حق لحركة النقابات وان لازم الاتحاد السوفيتي بقى يوقف قبضته الحديدية عن هذه الشعوب ساعتها سقط الاتحاد السوفيتي مش سنة التسعين او واحدة وتسعين او التسعة وتمانين سقط قبل منا وقت قامت هالحركات التحرر لحقوق الانسان ينتبهوا يتعلموا من التاريخ انه اليوم بعد فيه لبنانية مستعدين يعترفوا لك بشي عملتوا للبنان كل ما راح الوقت كل ما انت عم تخسر والحديد والنار ما بقى يفيدك بس قدام الناس اللي عم يخافوا منك بينما اغلبية الناس ما بقى تخاف لسببان اول شي ما بقى مصدقين انه معك حق صار هن معهم الحق تاني شي الناس ما بقى عنده شي تخسر مش مصدقين يضحوا بكرمتهم كانوا بالاول يضحوا بكتير اشياء مادية كانوا يضحوا بمصالحهم يخاف ويضحوا فيها او بالسلطة اليوم قدام الكورونا وقدام الفشل الادارة المالية بالبلد وقدام كل شي صار الناس ما بقى خايف مش انهيك قالت القتل والدمار ما بقى الا معنا وانا بدعي كل اللبنانيين باسمي وباسم حزب الكتائب اللبنانيين تنقض ونتفق على كلمة سواء كرمال لبنان هايدي الدعوة مفتوحة خوفي انا واكيد ما رح يقدر ياخدوا قرار فيها لانه قرارهم مش بييدهم بيكتحكي مع احرار رح على لبنان قرارات دولية مثل ما صندوق النقد الدولي رح يفرض على لبنان اصلاحات سياسية واقتصادية وادارية ومالية طبعا كذلك الدول المانحة رح تفرض على لبنان ما يجب ان يكون وبنتيجة ده الحكي كله ما بقعد له معنا بيكون تأخروا الشباب اليوم حضرتك عم بتقول انك بتشوف رايحين نحن على مؤتمر دولي هل هذا المؤتمر الدولي التأسيسي لا يشكل خطر على الواقع المسيحي بلبنان وخصوصا بانه بعض الاطراف مثل رئيس تيار المرادة قال انه هذا الموضوع يشكل خطر على الوجود المسيحي بلبنان ويفرغ لبنان من الوجود المسيحي اليوم انتم مع هذا المؤتمر التأسيسي وخصوصا بظل الكلام عن المثالفة بالجمهورية الجديدة نحن ما عم نحكي إلا بمؤتمر دولي ما عم نحكي بمؤتمر تأسيسي نحن عم نقول بدنا ننطلق من الدستور الحالي ما بدنا نظهر من الدستور الحالي هلأ عم يجربوا وياخدوها هاي عم ياخدو بس كلمة مؤتمر عم بيقطعوا الدولة وعم بيخطوا تأسيسي لأنسبقكم على هذا الطرح إن كان الرئيس عون وإن كان الوزير جبران باسيل ودعا بآخر خطاب لإله الوزير باسيل إلى مؤتمر تأسيسي جديد يعني يراعي الواقع اللبناني الجديد نخلط إسلامي لبين بالمفاهيم نحن نقول مؤتمر دول هنا يقول مؤتمر تأسيسي مؤتمر التأسيسي فكرا أنه بيعطوا المتالة لحزب الله مقابل للأسة الجمهورية لجبران هي من الآخر لأنه هل جماعة بيّن أنه ببيعوا وبيشتروا بكل شيء كرمي للسلطة هذه أكيد مرفوضة مش من المسيحيين فقط هذه مرفوضة لأنه عم نرجع ونعمل دستور جديد نحن عم نقول التغيير من ضمن الدستور الحالي لأنه ما بدنا نوصل نعمل كمان حرب بلبناني نعم ممنوع ينعمل حرب بلبنان وتنعمل الأشياء بالدم هلأ مش نهاك عم يجربوا يقولوا أنه لأ مؤتمر تأسيسي خلينا نحط عجنر مؤتمر عم نحكي بمؤتمر دولي نعم مؤتمر دولي برأيي أنا أنه هو رح يظهر الشيء اللي بلشنا فيه أصلا رحليني اشرح نقطتين بهالموضوع مؤتمر بريز واحد اثنين ثلاث أربع مؤتمر سادر مؤتمر روما مؤتمر بريكسل حتى ما عاد إلا هول مؤتمر دوحة هوا مش مؤتمرات دولية وهلأ عاب يخذونا على صندوق النقد الدولي مربطين إيدينا وإجرينا حتى ننصع شو بدون يقلولنا ودخيلكون عطونا كم مليار هوا دي مش بس ما عليك فيه فرق هون بين طرح البطريارك الراعي بالمؤتمر الدولي والمؤتمرات السابقة التي صارت التي كان طبيعة اقتصادي ومساعدة لبنان اقتصاديا وعسكريا وغيره اليوم هذا المؤتمر الذي ينطرح فيه ملفات خلافية لا ستوصل لنتيجة وخصوصا بأن الرئيس ماكرون كان بلبنان وحيد موضوع سلاح حزب الله وحيد موضوع الانتخابات نيابية المبكرة لأن بيعملوا مشكلة اليوم هذا المؤتمر الدولي ممكن أنه يبصر النور بظل هذه الملفات الخلافية المطروحة داخله بدنا ننطلق من القرارات الدولية ما هو صار لما صار اعتماد 1595 أو 59 هي هذه صارت شو ما صار مجلس الأمن مني مؤتمر دولي في لبنان اللبنان ما عنده كلمة فيها كان كان عهد الرئيس لحود ما بده القرار كله إجا القرار نزل والألف وسبعمية واحد نعم ألف وسبعمية واحد اللبنانيين قارينو اتمنى أنهم يقروا ما هو عم يطلب بده لازم يصير عم يطلب بلغة الأمر أنه اللبنان لازم يعمل مؤتمر حوار داخلي يحل فيها قضية الستراتيجية الدفاعية واحد اثنان حل كل الميليشيات معناته أنه حزب الله بده يرجع يفوت بالدولة محكيه بالقرار لعلى أساسه نزل لعنا عشر تلاف جندي يونيفل واللي على أساسه انتشهر الجيش اللبناني لحدية الحدود ما ننسى أنه قبل منه كان ممنوع على جيشنا أنه يروح لحدية الحدود بمعنى لأنه هو المقاومة اللي بتهتم بهالموضوع هذه كلها مكتوبة محطوطة بقرارات هي ذاتها هذه القرارات إذا بتنحط هي محطوطة تحت فصل ما حطوها تحت فصل معين بس نقدر نعتبله فصل ستة نص باللغة الأممية في فصل الثالث وفصل السابع هو فصل ما بين الفصلين يعني الاستعمال الأدوات السلمية لحل الإزاعات أو الاستعمال القوة إن كانت الاقتصادية أو العسكرية هو هذا الفصل بالنص بين السادس والسابع بيطلعوا نص درجة فيه إنه هذا نحطح فصل السابع بمعنى إنه ما بقى نتسل بقضية المطار يا شباب اللي هو محطوط تحت الألف وسبعمائة واحد ما بقى نتسل بقضية البور اللي بعده مسيب ما بقى نتسل بقضية الحدود اللي هي مفروض تكون محكوم فيها وبعدين تفضلوا عملوا مؤتمر هالمرة تحت رعاية دولية مباشرة لأنه بدنا استراتيجية دفاعية ما هيك وعد الرئيس ميشيل عون بقطاب القسم على أي أساس إجه الصفة راح حضره زقفوله لأنه قال لهم أنا راح التزم بالقرارات كلها سوا ما انتزم بشي من هذه القرارات من هون قد يكون اليوم وأنا برأيي هايك راح بسير يعني لبنان لن يبقى دولة مارقة كما هو اليوم لن يبقى دولة مارقة كما هو اليوم لن يبقى على حافة الدول والإمارات تطلع على المريخ وبكل وقاحة من روح من هنية أنه فكرنا بركي بنعطي من نتقرب نطلب الود منها سيس كل يعني مصدق هالكذبي خلينا نروح نعمل شغلنا نحن كل لبنانيين أنا برأيي كلام داخلي هلأ هون بحقيقة تقلي ما بينفع إلا فئة واحدة من الناس هي اللي بعدها حاضرة على التغيير يعني ما بدي يقص الناس يقولوا عم نسمع سليم صايغ عم يحكي ما بيطالع بإيدنا شيء لا طالع بإيدنا شيء طالع بإيدنا أنه نكف الضغط بالوسائل المتوفرة حتى ما نخلي الانتخابات إلا ما تسير لأنه الفصل السابع إذا إجا بده يحكي على أولوية محافظة على الانتخابات وإجراء وحمايتها دوليا إن شاء الله فكرك أنه نحن عنا سأق بهول اللي ضربوا قمعوا الصوار ولعطوهم أوامر للعسكر نضيف الآدم المعتر اللي صار عم يشحد اللقم اليوم هذا العسكر اللي عم يقمع السائر اللي عم يطلب له بحقوقه هل عندي سائقة أنا بلي عم يعطوه أوامر أنه هنين يحمل انتخابات وتجي أغلبية غير الأغلبية الموجودة أكيد لا نحن بدنا انتخابات محمية دولية ميمدوا يحمية كيف بدأ تنعمل ولم نترك الترغيب والترهيب ماشي مثل ما هو نحكي ليل ونهار بدنا انتخابات بالنتيجة كان يقلوا السوري للفرنساوي للأمريكان يحقوا في ديمقراطية في لبنان الشباب في معارضة وفي موالات كلهم تحت سقف عنجر اليوم بدون تشتغل ديمقراطية تحت سقف طهران لأنه ما بدي أقول حر تحرك اليوم انتو عم تطالبوا بالانتخابات النيابية المبكرة وتقصير ولاية مجلس النواب شو رح يتغير اليوم التأثير قبل بسنة كان يصرح من ستة شهر ولكن اليوم التأثير هلأ ماديا من شك أن الحكومة تقدر تعمل أي شي نعم نحن بدنا بسرعة الوقت ما بقى يسمح بدنا بسرعة حقيقة أنه اليوم الانتخابات تصير بموعدها لأنه عنا شك مطابخ الغرف السوداء رح يجربوا يعملوا المستحيل حتى يأخروا الأمور لهدف لهدف تلك فيه الورقة الإيرانية بس اللي أنا عم أقوله فيه موضوع إشكالية كبيرة اللي هو أنون الانتخابات مسيحيا بدكن هيدا الانون إسلاميا هك للأسف مفصولة بدون يغيروا أنون الانتخابات اللي أجري على أساس انتخابات الـ 2018 ماهون الإشكالية كمان كيف تكون تحلوا هيدا الموضوع لحتى يصير في انتخابات بذكر الناس أنه نحن صوتنا ضد هذا القانون وبتصور ما حدا بيقدر يزايد لا على لبنينيتنا ولا على مسيحيتنا ولكن نحن صوتنا ضد هذا القانون بشكل واضح لأنه هذا القانون مثل ما هو مركب يعطي أغلبية لحزب الله بمجلس النواب بغض النظر عن أنه أول جاب ناس بتمثل المسيحين شفر إليه معي إذا أنا عاب تجيب ناس بالتركيب اللي معمولة مدينين بولاء لغير لبنان هن مش عارفين الشباب هن في من هن جربوا يظهروا ظهروا ميشيل معوض ظهر نعمة فرام ظهر وغيرهم كمان بنعرف شو عم نحكي نحن وياهن هذي صاروا صارين كلهم ورقتين لشي هن يمكن ما بدون إيه عيالهم عم بقلولون شو بعد كون قاعدين عم تعاملوا جوا ما شفوها هيك شفوها إنه كله ظابط وفي غطاء دولي وهون في مسئولية دولية كتير كبيرة مسئولية ما يجو الدول يقولون لن يحكو معنا مقريفين هلأ ما أنتو غطيتوا الفساد من قبل وانتو غطيتوا السلاح من قبل باسم الاستقرار غطوا السلاح والفساد الدول برجع بكررها حتى اللي عم يفرغلي حديث ويترجمه ما يمرؤ علي مرور الكرام الدول الصديقة للبنان غطت كل المعاصي بلبنان من أجل المحافظة على الاستقرار من الالفان وتسعة لا الالفان وخمسة خلوا الأمور دخلكم مش وقت هلأ ما شوي فين شوعة بسير بسوريا صف عنا مليونين سوري وفلسطيني بلبنان قد نص شعبنا وخرب البلد وميزان المدفوعات بلبنان لأول مرة بالالفان وحداش بينضرب وببلش تخرب الدني وبتبلش بعد من الهندسات الميلية تيتهدى الوضع ما حدا كله استقرار والفساد ماشي والميليشيا ماشي والترغيب والترهيب ماشي وكله باسم الله هن شركاء فيه هن كمان معنيين ومسؤولين الدول صديقة للبنان مسؤولين كمان يحطوا ايدهم مع كل الطيبين والخيرين باللبنان حتى نقيم هالبلد من هالورطة ما يجوا يقولوا انتو اللبنيني منكوا خرجكم ما انتو بدكن يضلوا لبنان تماما مثل ما كان بالخمسة وسبعين كان ممنوع الفلسطيني يحمل عويسية بالبلدان العربية كان ممنوع بذات الوقت على الجيش اللبناني انه يعمل شغله باللبنان بالتلاتة والسبعين والأربعة والسبعين باسم الحفاظ على المقاومة الفلسطينية بدنوا اللبناني يكون هو المحل الوحيد اللي بيكل قتل باسم القضايا كلها وهن عندهم جنة خضراء وعحدا بعدون عنا للفلسطينيين نعطيهم مصاري وخليهم باللبنان وخليهم يتقاتلوا باللبنان يفكوا عننا بس اليوم هيك بدنا نعمل نحن ضلوا لبنان مذبلة الدول ومذبلة القضايا هذا اللبناني بقى ايجا وقت بقى نعطي فرصة لهالبلد يعيش نعطي اكسيجان يتنفس هن مسؤولين لأنه عحدا يفكر أن الشرق الأوسط بيرتاح بالقضية اللبنانية إذا ما تسوت القضية اللبنانية نحن كنا نقول دائما أم القضايا هي القضية الفلسطينية لأنه واضحة ولكن انتبهوا ما تحولوا القضية اللبنانية تتسير قضية أخطر عليكم كلكم بكتير من القضية الفلسطينية بنقوله ننتبه لأنه اللبناني موجود بكل دول العالم ولا حيرضى أنه تتحول هذه الأرض اللي هي أرض حريات لأرض عبودية اليوم البعض بيسأل بما أنه هذه قضيتكم وهذه مناشدتكم ومطالباتكم يعني الوزير جبران باسيل كان دايما ينادي بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم دايما يقول لحل القضية الفلسطينية ويعني إراحة لبنان بهذا الملف لماذا سهمته معه للوزير جبران باسيل لتسويق وإنجاح هذه الفكرة ما عارفين عنها فكرة عبيحكي ما هو بالحكم كان وزير خارجي لما عمله نحن ما كنا بالحكم كان بحكومة عنده تلتين فيها عنده كان وزير خارجي بحكومة هو عنده فيها تلتين إن كان بإيامات الرئيس سليمان وإن كان ما بعد بس أصلا بإيامات الرئيس سليمان يعني من 2011 لحدية 2015 ما هو كان موجود وهو عنده كل شيء السلطة بإيده كانت نحن ما كنا بهاء الحكومات نحن كنا بنزعل بدي خبرك خبرية وهدي يمكن لأول مرة منقول منروح لعند الجنرال ميشيل عون كان بالرابي الشيخ سامي لجميل وأنا تنحكي معه قبل ما يعمل الرئيس طبعا نقول له يا جنرال في قضية النازحين السورية نحن في عنا طرح ألا وهو طالما منا قادرين نرحلهم صاروا فوق المليون والمجتمع الدولي مراح يخلينا نرحلهم وشو ما كانت الأسباب الموجب لترحيلهم السوري ما بدوا يستقبلهم بشار ما هو خادر يستقبلهم بدوا يخدهم على التجنيد دغري مين بدوا يروح على التجنيد بسوريا بقى خلينا نحن نخط لهم مثل ما عملوا بالأردن بالمملكة الأردنية الهاشمية ينعمل مجمعات لإلن حد لحدود نعم ويكون في بإدارة الدول اللبنينية عويسية ما بيفوت لجوه وبإدارة الدول اللبنينية كما يجب أخذنا الخارطة وقلنا كان بوقت فوق الألف وثلاثمية تجمع ومخيم سوريا بلبناء نقولوا هذي ما بتصير هاك قال شو بدي أرجع أعملوا المخيمات فلسطينية مثل ما صار مع الفلسطينيين من قبل ما نعود نقدر نفوت عليهم ونضبط الأمن هذي طرح التيار نحن قلنا له وطرحنا أنه أنت اللي عم تترك السوريين موجودين عم بيفوتوا بقلب النسيج الاجتماعي اللبناني عم بغيروا الطبيعة اللبنانية وطبيعة الهوية اللبنانية وهذا خطر مش بس على المسيحية يا جنرال هذا خطر أولا على السنة لأنه السنة اللبناني اجتماعيا غير السنة السورية اجتماعيا وحطينا أمثل كتيري ما قبل كانوا بالحكم كان وزير خارجيته بالحكم هو من عنده صهره كان وزير خارجي يعني مشن هيك هبعطيكي شغلي أول مرة عم بحكيها أنا بتمنى يعني بموضوع السوريين وحقيقة لو جدي الوزير بسير ما بيمر المادة 49 بالموازنة اللي عملنا طعم فيها وأبطال المجلس الدستوري عشية الانتخابات الأخيرة اللي بيعطوا فيها حق التملك للسوريين بلبنان مع إقامة بيصير عندهم تعرفين شو بيفوت من وراهن هودي جمعيات وما بعرف مين ممولي ما بعرف من مين بقعدوا لك كذا ألف سوري بلبنان هذا السؤال بالعودة للملف الحكومي معاليك يعني اليوم حضرتك من حزب لبناني مسيحي رئيسه مرشح دائم لرئاسة الجمهورية البعض البعض يقول بأنه حضرتكم اليوم عم بتساهموا بإضعاف المارونية السياسية كيف بتكون تقدروا تحكموا بلد ما عم تقدروا تحافظوا على صلاحيات رئيس الجمهورية ما عم تقدروا تحموا رئيس الجمهورية بظل هذه المعارضة الواسعة علي لكن أول شي نحن من حزب مسيحي اجتماعيا قد يكون جيين من بيئة أغلبة مسيحية ولكن كمان احتراما للمسلمين اللي معنا إن كان من الضمنية إن كان من ترابلس إن كان من الجنوب في عنا كثير وعنا شهداء غير مسيحيين مسلمين بالحزب وإننا من حزب مسيح وعقيدتنا لبنانية علمانية مدنية ما أنا أبدا حقيقي للأمانة هلأ طبعا بالاستفافات السياسية طالما عم نحط إتيكات هيدا الشيعة هيدا سنة هيدا مسيحي مفهوم يعني هذا الشيء إنما بعدين رئيسنا إنه مرشح دائم لرئيسة جمهورية إنه ما بعرف أمين ترشح الشيخ سامي لا كونه قصدي ماروني له الحق بإنه يكون مرشح طبيعي لهذا الكرس الماروني هي وإمه عم بتردعوا بعدها بتقول لي تقبرني إن شاء الله بتكبر وبنعملك رئيس جمهورية بقى هيدا طموح مش الناس عند إماتهم يمكن هم ما بدوا سياسي كلها بس هذا الطموح كل إمات يمكن أن يعمل رئيس جمهورية ومش كدو بهالظرف هيدا منه كدو أبدا يعمل رئيس جمهورية يعني هلأ أنت عم بتقول إنه لأبزام جميل ما عنده طموح يعمل رئيس جمهورية لا بس بما أنه نحن منعتبر حالنا كمان مثل عائدته للشيخ سامي نحن ما عنا مشكلة أبدا إنه نحن يكون عنا هالطموح عنه ولو هو معبر عنه هيدا الطموح لكن اليوم بس بنا نحكي جد بس بنا نحكي جد خلينا ننقذ الجمهورية قبل ما نفتش على رئاسة الجمهورية الجمهورية في خطر المؤسسات والنظام كلها بخطر اليوم المعركة هي ديفيرسيون يعني هي انحراف أو تمويه عن المعركة الأساسية لما عم نجي بيقول فيه صلاحيات الرئيس وهذا الرئيس قاعد وقاعد عم بيجرب هذا الموضوع أول شي هاي مش أناعتنا لأنه ما قدر أثبت وان مش هو بيقلف الحكومة نعم بده يخط مثل ما بده ومبادرة ماكرون عم بتقول أنه بده تجي حكومة مستقلين غير مربوطة بالأطراف يعني أنتوا مقتنعين بالطرح اللي طرحوا الرئيس سعد الحريري حتى لو يمكن ما فدتوا بالأسماء كتير لهذا الطرح ما بنعرف يعني عنها أخبار عن الأسماء يعني بنعرف أنه بطرقنا بطرقنا وبأصدقائنا بيخبرونا بس نحنا مننا عم نفوت يعني واصلا نحنا ما رح نفوت بهذه الحكومة وما حدا نعبي يخد رأينا مع أنه قالوا أنك اجتمعت من يومين مع الوزير باسيل وحضرتك نفيت هذا الموضوع أنا نفيت هذا الموضوع بس أنه مش فكرة ممكن أن تتحقق بالأيام القليل المقبلة تارفي اليوم رح قليك هاتيك الشغل هيك قاعد عم بتغدى قبل ما إيجي أنا وبنتي بعدها بصف البكالوريا يعني قلت له بابا إذا شو رأيك يعني أنه اجتمع مع الوزير باسيل طلعت هاي الخبرية وطلعت الضجة كلها سوا وهيك أنه شو رأيك بهذا الموضوع شو رأيك بهذا المبروح باجتمع فيه مثلا أو ما باجتمع فيه أوكي قالت لي الناس كلها هيك انطباعه والشعب كله ما بده أنك تقعد معه بيعتبروا أنه ما لازمين قاعد معه كيف بدك تحتقعد معه لكن فكون تكون نحكي سياسي جاد ما في نحن الأولوية تابعنا هي المصلحة الوطنية ما يكون فيه مصلحة وطنية أنه نقعد مع أصغرنا أكبر واحد بلبنان منروح على المصلحة الوطنية ما فيه اليوم أي مصلحة لا بالشكل ولا بالمضمون أنه نقعد مع ناس نحن بالسياسة متهمين أنه هي المسؤولة عن تدمير لبنان نحن منعتبر أنه رأس أو حجر أساسي بهذه المنظومة هو التركيبة اللي مركبها الوزير بيسير هو وحزب الله هن اللي وصلوا لبنان من أربع سنين لهلأ أو قبل منه هو أكيد من وقت التعطيل بس ما كان بس الوزير بيسير وحزب الله هن سبب هذه التسويق كان فيه الرئيس الحريري كان فيه الدكتور سامير جعجع يعني أنت عم بتحيدهم؟ ما بحيدهم أكيد ما بقدر حيدهم بس الأساس هو فيه كتلة الجوهرية الأساسية هالحلف المتين جدا اللي نبنى من وقت ورقة التفاهم وحط خارط الطريق واضحة بعده برأيك متين؟ هن بالحكي بقولوا لا ما كتير يعني بيجرب الوزير بيسير اللي ومدة عم بيجرب يقدم أوراق اعتماد للدول العربية اليوم التهنئة اللي بعتها مشان مصبار المريخ يروح شو بدك تعمل بور بيروت روحوا قاف عند الناس ومشي بيناتهم تسترجي تسترجي تمشي بأحياة بيروت والأشرفية رئيس أكبر كتلة مسيحية بالبرلمان لبناني ما بيسترجي ينزل على بيروت بدوا يحكي بالمريخ وبالإمارات هلأ ما عليك خلينا نتواضع شوي صغير اوكي بعدين الكتلة هايدي فرضت حالة على البقوة وإجع بعدين بنعرف شو صار الدكتور جاجع بعدين رئيس الحريري فاتوا بهذا الموضوع قالوا لعله وعسى نحن برأينا عملوا خطيئة كبيرة لأنه بهالطريقة هايدي انكسروا تكتل تحالف طويل عريض اسمه 14 أدار كان قادر يعمل وزن والتوازن سياسي كتير كبير بهاللحظة التخلل الكبير هاي هايدي فتنة بالمحظور فتنة بالمحظور اليوم عنديك أحادي واحدة بلبنان أحادي بحزب الله وكل الباقي بالسلطة تفرعات عنه ما إلا معنى يعني مش ما إلا معنى ما بتقدب ولا بتأثر مش إنهيكي بدك تقعد إذا بدي أقعد وحل شي مهم بلبنان لي بدي أقعد مع الفرع بأقعد مع الأصل لي بدي أقعد مع جبران بسيل بردون لي بدي أقعد مع جبران بسيل هو فرع بأقعد مع الأصل بس أنا برأيي حتى هيدا الأصل بلبنان أراره وما بقى بإيده أراره صار بغير محل بالقرار الاستراتيجي اللي موجود بتهران مش إنهيك كله ناطر شو بدون يعمل الأمريكاني مع الإيراني حتى يصير الحكي جد من هنا أنا بجي بقول إنه معلي يسمحولنا فيها نحن معنا أي مشكلة بالمبدأ كلهم إخوتنا بلبنان بس بعد ما وصلنا عليها خلينا أول شي كل واحد يعمل شغله من جهته ما بدي أكتر كلام بهيدا الموضوع بدي أرجع بيدي وارجع على الناس اللي حوالي الأواد من النظاف بدي أقول لهم شو عملت وشو رحت أعمل لما بدي أقعد مع حدا أنا أول شي متل ما نصحني أحدهم وريتا في رئيس وزراء حاطت بمكتبه صور ولاده ما حاطت صور أيقونات مدنية أو حاطت أعلام بلطعم أو صور زعمة حاطت حاطت ولاده بدك تفكر مستقبل أولادك أنا اليوم أول تحدي عندي ولا بروح بقعد برة وبتك برتاح أول تحدي عندي إما اتطلع بولادي يقول هل هل لبنان هو هل لبنان البلد اللي بدو يكون أولادي فيه عم يبنوا مستقبلون وعايشين بسلام مش متل ما أنا عشت إلنا خمسين سنة عايشين بقهر وتعتير وضرب ما إلي حق أحلم ببلد لقلهم هن بقى لما بدي اجتمع مع جبران وغير جبران بدي أجي يخبر أول شي لأولادي أنا شو رح تأعمل وشو اللي متأمل منه وشو بدو يعطيني إنسان متهم من الدول كله بالفساد متهم بالقليل من نص الشعب اللبناني إذا مش أكتر بالفساد وبالمسئولية عن انهيار الوضع بلبنان شو رح أعمل معه وقاعد يعني لا لقاء بينكم وبين الوزير بسيل لا لقاء بينكم وبين الدكتور جعجع وحتى لا لقاء بينكم وبين الرئيس الحريري نحن نحكي بالوزير بسيل بموضوع الوزير بسيل بموضوع محدد لكن اليوم كل شغلة بوقت بتجي ما أننا ما تروح أول شي مثل هيدا اللقاءات لأن دعاك هون الدكتور جعجع لجبهة معارضة وانتوا رفضتون وفد الدكتور جعجع قبل ما بعد ما انسحبنا واستقبلنا على الترحاب ويعني ما في مشكلة إذا بدك باللقاء مع القوات اللبنانية إما يكون في رسالة يبدو يبلغها الواحد أو يتبلغها ولكن اليوم بالوضع اللي نحن فيه وإنها أكتر من مرة على القوات اللبنانية أن نتحدد أين هي ومن هي كهوية سياسية اليوم حتى نقدر يكون اللقاء إذا بدنا نعمل من اللقاء له معنى بس بعد فيه أوضح من هيك صورة اليوم عم بيحدد الدكتور سمير جعجع بموضوع الواقع السياسي اللي هو عم يمرق حزب الكتائب فيه ومعارضته للعهد يمرق في حزب القوات حزب القوات أكيد ومعارضته للعهد وهذا الهجوم المتكرر على الرئيس ميشيل عون والوزير جبران باسير وحزب الله وتحميل المسئولية للثلاثي كما قال أنه التيار وحركة أمل وحزب الله هذا كلام قاله من شهر لأهلا أنا حقيقة يعني الثلاثي يعني أمل أمل حزب الله وطيار الوطن الحر أنا حماله قال الثلاثي اللي يعني وصل الواقع اللبناني لهم يعني اليوم نحن المشكلة أنه في يعني ما بدي أحكي به الموضوع حكينا كتير عن موضوع القوات بالماضي القريب المشكلة أنه في كلام في مكان وموقع وموقف حقيقي على الأرض وفي الأداء السياسي بمكان آخر اليوم بدنا نتفق على الهدف بدك إسقاط التسوية هاي ولا لا وإسقاط هاي المنظومة ولا لا اللي هي بالنتيجة منظومة الوضعها حزب الله واللي كلكم في التوفية وعوامتوها وجبتوها تعالوا نتفق كيف تسقط هاي كيف بدك تسقط كيف بدك تبني أنت من وين بدك تبلش أنت نحن اللي عم نقوله أنه بدك تعمل قطع كامل مع هاي دي المنظومة ما فيك تتعامل معها يوميا بالسياسة وبمجلس النوال وبكل هالأمور وتجي بعد تاني نهار تجي تهجمها يعني مطلوب استقالة يعني بالقليل هاي وتأخروا أنا برأيي ما بقى أكيد ما رح يعملوها هو الدكتور جعجع مثل ما بلغوا مثل ما قال أنه نحن أنا ناطر أنه ناطر التيار المستقبل والاشتراكي أنه يعملوا هاي الخطوة ولما سئل أنه طيب وانت موقفك شو؟ وقال لهم أنا الاستئالة بجيبت يعني أناعته موجودة بجيبته بموضوع الاستئالي مش أناعته بجيبته ما نخده بمعنى آخر يعني أناعته أنه هي بجيبت يعني حاضرة نحن هون المشكلة العلمية لما يكون عندك أناعة بمكان بعد الثورة اللي نزلت مليون ونصف شخص على الترقاط اللي اخترى بالاقتصاد اخترى بالبلد اندمرت بيروت طارت حكومتان ما بقى في شي بدك كون عندك كلام قاطع فلتكن نعم وقوم نعم ولأ وقوم لا ما فيك تكون تقول أنا إيه استئالتي بجيبتي بس في الظرف مش مقاتي والبقوي وبيدي شي كون قلو طعم وقلو أثر وقلو معنى اللي هلأ بقائكم بقلب هذه المنظومة شو قلو معنى ما هي المنظومة مين يعني طبس الانتخابات الجديدة شو بدأ تغير من هذه المنظومة ما هيدا السؤال يعني في حال أجريت هذه الانتخابات على نفس القانون اللي أجريت فيه بالالفين وثمانتعاش في مقعدين ثلاثة بدون يتغيروا يمكن لصالح الدكتور سمير جعجع يخدوا من الطيار هيك يعني البوانتاج عم بيقولوا لك البوانتاج بكل أسف أغلبوا باللبنان مش كلوا من شري من شري أغلبوا من شري وعيب فضيحة يعني قصة البوانتاجات باللبنان أغلبوا لأنه هلأ بيطلعوا ببلشوا يزعلوا مني الشباب اللي عم بيعتاشوا من هالموضوع وحقهم يعطيهم العافية كلهم أهل علم بس أوقات نستسهل المال السريع لا مش مزبوط أبدا نحنا حسب معطياتنا في عدد أكبر بكتير من هيك بدو يتغير أولا ما بدي يرتبط بعدد حتى ما التزم فيه بس يرجح هل يرجح كفة لفريق على فريق آخر فريق كبير يعني مش حزبة فريق 14 أو 8 أذار نسيت 8 أو 14 ما بقى إلا معنى أكيد خلصة بس أصدق هلأ التقسيم الجديد نحنا بقلي أنه اليوم وهيدي اللي عتبنا على أكتار ناس بفكروا مثلنا بس مش عم يسترجوا ياخدوا الخطوة بدك تعمل كرة سلج بدك تبروم الذيني كلها سوى تقلبها فوت منهج جديد أنت عارفة أنت عارفة أنه كيف بدك تعطي للناس الثقة بالتغيير والثقة أنه عم تبني لهم بديل إذا ما أنت عملت نوع من كرة السلف شو عم بيصير هالتردد اللي موجود عم بيكون باتخاذ القرارات وصرعة اتخاذ القرارات عم يبرد الهمام بدك تعطي اندفاعها عم تعمل تغيير أنت ما عم تجي بتعمل الحسابات أنا برأيي في كتار عم يشغلوا كتير الكالكولاتريس الحسابات بالوقت اللي في لبنان اليوم الوقت المش السياسي اللي هو وقت كياني يعني عندك مصير عم يلعب فيه بهيد الوقت بدك تترك الكالكولاتريس على جنب وبدك تاخد خيارات قيمية خيارات بدك تخسرك يمكن بالسياسة بس بدك تربح لبنان شو بينفعه للدكتور جعجع إذا جاب نيبان أو ثلاثة زيادة وبعدين إنه إذا خسر بالمعادلة الكبيرة نحن لأنه خلصنا وقتنا بس بدي أسألك سؤال سريع هل رح يكون في لقاء بينكم وبين الرئيس الحريري وخصوصا إنه الرئيس الحريري كان يفضل إنه يكون حزب الكتائب إلى جانب بهذه المعركة اللي عم بيخوضها أول شي منه مطروحة يعني إنه الموضوع منه مطروح مش محطوط مجال البحث نحن في عنا مع كل الأطراف السياسية تواصل بس اللقاء على أي أساس لشو نحن ما بقى بدنا نقول للناس نعطي صورة للناس ضبابية أو تشويشية نشوشهم نحن رهاننا على التغيير بقوة الدفع الشعبي إما يرجع كل قوة سياسية ترجع هي حقيقة تعمل ثورتها الثقافية الزيتية وترجع تتميها مع الشعبة مع بيئتها حقيقة لأنه لهني كنا بدنا نوصل ساعتها بنقعد مع الكل نحن ما نشايفين اليوم إنه في لحظة سياسية اليوم تحتم إنه نقدر نقعد مع أي حدا من أركان المنظومة نتمنى إنه بالمستقبل طبعا يصير هالمتغيرات اللي عم نحكي عنا إن بقيوا أو إنفلوا هذا الشغل مش نحن منقررها هن بقرروا بدك هو الرئيس الحريري يقرر كمان بده يكفي بالتكليف هل يحيقبل يقبل بالشروط اللي عبي حطى حزب الله هو مصر على التكليف ومن دون النزول عند الشروط أي شرط رئيس الجمهورية ما له حق يظهر عن مبادرة ماكرون لطالب حكومة مستقلين بعيدة عن الأحزاب السياسية عم بيرجعوا يفوتوا الطلط المعطل رئيس الحريري إذا ملتزم بمبادرة ماكرون بيكون معه حق ودعمينه دعمين مبادرة ماكرون مين بقربنا على مبادرة ماكرون بيكون شغلة كتير منيحة للبنان نعم كل واحد عبيبعدنا عن مبادرة ماكرون منا حزب الله وعون هن بيكونوا ضد مصلحة لبنان اليوم الوزير السابق سليم الصايغ شكرا على هذه المقابلة اليوم اللي عطيتنا إياها ضمن السيديو أهلا وسهلا في مرحبتك دائما والشكر موصول للكم المشاهدين على متابعة هذه الحلقة من هنا بيروت وإلى اللقاء في حلقات أخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة